المترجم للقناة لمكافحة الفساد بعدم إدراج الشركات المجرية في القائمة السوداء هذا حسب تصريح وزارة الخارجية المجرية طبعا كل دولة تقدم مساعدات إلى أوكرانيا بعضها مساعدات مشروطة والبعض الآخر مساعدات غير مشروطة طبعا أحبائي كما ترون في العلاقة بين بولندا وأوكرانيا تحاول بولندا دوما الحصول والفوز بالمناقصات لشركاتها في المناقصات التي تطرحها الدولة الأوكرانية لذلك البعض سمى ذلك بمحاولة الهيمنة البولندية على أوكرانيا نتيجة استغلال ما تقدمه من مساعدات أما في اتجاه الميدان فقد تواصلت القوات الروسية عملياتها العسكرية في منطقة كوبيانسك في منطقة خاركيف حيث تواصل القوات الروسية عجومها في المنطقة هنا حاولت القوات الروسية التقدم واستطاعت السيطرة على هذه المساحة طبعا أحبائي هناك أمر لا في الدومة في الفيديوهات وفي التعليقات التي يتركها البعض أنهم يتحدثون لماذا المساحات صغيرة البعض يتوقع دوما أن تسيطر القوات الروسية والأوكرانية على بلدات هذا لا يحصل دوما هذا يأتي بعد نتيجة اشتباكات لمدة أيام وأسابيع وأشهر أما حين تصبح المعارك صعبة يصبح هناك نوع من استاتيكو معين لا تستطيع أي قوة من الطرفين التقدم ولكن هذه الأمطار الصغيرة كلفت الأوكران مركبتي مشات وعدد من الجنود لذلك كل طرف يعتبر أنه يضحي بعشرات الجنود ومئات الجنود ليسيطر سواء كان في حالة وجوم أو في حال كان في حالة دفاع إذا كنت من مؤيدين روسية أو أوكرانية أو كنت إنسانا تحترم هذه الأرواح عليك تقدير ما يحصل الأرواح التي تزعك في هذه الحرب نتيجة هذه المعارك على كل متر من هذه الأرض أما في اتجاه كريمينايا فتواصل القوات الأوكرانية عملياتها العسكرية باتجاه جديد تضغط باتجاه ديبروفا من هذه المنطقة استطاعت السيطرة على هذه البقعة باللون الأزرق كما ترون إضافة لذلك نشأت منطقة رمادية هنا تحاول القوات الأوكرانية الضغط والسيطرة على بلدة ديبروفا من عدة محاور طبعا سأشرح أهمية ديبروفا السيطرة على ديبروفا تعني طريق مفتوح باتجاه كريمينايا أي الالتفاف على منطقة الغابات هذه هنا والوصول إلى كريمينايا عبر طريق فرعي والضغط في نفس الوقت على القوات الروسية المنتشرة في هذه المنطقة حينها تستطيع القوات الأوكرانية الضغط في هذا الاتجاه وقطع طريق الإمداد للقوات الروسية بين كريمينايا والخطوط الأمامية باتجاه زاريشني وتورسكي إذن العاميات العسكرية متواصلة بعد فترة من الفشل في التقدم باتجاه غابات كريمينايا هنا نتيجة الدفاعات الروسية القوية داخل الغابات قررت القوات الأوكرانية الضغط باتجاه ديبروفا عبر هذه الطرق كما تشاهدون إذن ننتظر ما الذي سيحصل أما في اتجاه بخمت فالمعارك مستمرة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية استطاعت القوات الروسية تحقيق تقدم في شمال كريميفكا في هذه المنطقة وتواصل عملياتها العسكرية باتجاه أندرييفكا عبر الضغط شمالا وجنوبا وشرقا على النحو الآتي إضافة لذلك تحاول كما قلت صباحا القوات الروسية انطار مواقع القوات الأوكرانية بالمدفعية لتمهيدا لتقدم مشاتها وجنودها ولكن لم يكن هناك أي تقدم باتجاه كريميفكا حتى هذه اللحظات أما في شمالي بخمت فتواصل القوات عمليات قصفها واستهدافها لمواقع القوات الأوكرانية في بودانيفكا كذلك أمر حدثتكم منذ أيام حول مساعدة من تشيكيا مدفعية للكوات الأوكرانية كان اللواء 61 يتفخر بأحد الفيديوهات باستخدامها واستهداف مواقع القوات الروسية في المنطقة هنا أيضا أحبائي في منطقة أورليفكا في هذه النقطة تواصل القوات الأوكرانية عملياتها العسكرية استطاعت السيطرة على هذه المنطقة تحاول القوات الأوكرانية فتح جبهة جديدة لتخفيف ضغط على أفديوهكا والضغط على جنوبي بخمت من قبل القوات الروسية أما في أفديوهكا نفسها فقد سيطرت القوات الأوكرانية صباحا على هذه المنطقة فيما استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة شرحتها والتقدم في هذا الشارع الجديد ستشاهدون هذا الشارع الجديد استطاعت القوات الروسية السيطرة عليه إذن تسعى القوات الروسية للضغط شمالا وجنوبا تتواصل المعارك باتجاه ستيبوفي تتواصل المعارك باتجاه المنطقة الصناعية في أفديفكا وتتواصل المعارك في الجهة الجنوبية على كامل امتدادها في المنطقة هنا بهذه الاتجاهات طبعا أيضا في شمال أوبيتني وشرقي فوديان تضغط القوات الأوكرانية في نفس الوقت تضغط باتجاه تونيكني إذن تسعى القوات الروسية للضغط على مواقع القوات الأوكرانية تطويق أفديفكا ولكنها تتعرض لحملة كبيرة شرحت صابقا بالأمس أو صباحا كيف أن القوات الأوكرانية تقدمت في شمال كراستونيفكا وفي شمال وفي بيرفومايسكي حيث تحاول الضغط على الأجنحة لتخفيف الضغط الروسي على أفديفكا أما في اتجاه محوى جنوب دونياتسك فتستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية تحاول القوات الأوكرانية القيام بنفس العملية التي نفذتها في بريوتني حيث وسعت سيطرة القوات الروسية في محيط بريوتني تحاول تعزيز مواقعها في محيط نوفو دونياتسك لذلك شنت عمليات عسكرية استطاعت من خلالها السيطرة على هذه المنطقة باللون الزعري وتحاول الضغط باتجاه هذه المنطقة الرمادية لحماية نوفو دونياتسك من أي هجمات قادمة يكون هناك طريق انداد أفضل باتجاه نوفو دونياتسك أما في اتجاه زاب بوروجي فتتواصل المعارك تحاول القوات الأوكرانية الضغط باتجاه جنوبية روبوتينة تحديدا عند هذه النقطة ولكنها لم تحرز أي تقدم كما تواصل القوات الأوكرانية ضغطها باتجاه فربوفي أيضا ليس هناك أي نجاح أما المعارك الشريسة فتحصل في خيرسون حيث تواصل القوات الروسية والأوكرانية عملية اهتمامها العسكرية سنبدأ من محور كرينكي باتجاه كرينكي حيث تحاول القوات الروسية الضغط على منطقة السيطرة الجديدة للكوات الأوكرانية بلون الأزرق كما تشاهدون من أدة اتجاهات ولكن حتى اللحظة لم تتمكن من طردهم من داخل الغابات حتى الأوكراني المنتشرون هنا ضمن المنطقة السكنية وضمن بعض الأمطار الأولى من هذه الغابات لذلك تحاول القوات الروسية منع تواغذون القوات الأوكرانية داخل هذه الغابات أما القوات الأوكرانية فتحاول إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة هنا لتعزيز مجموعاتها بعد الخسائر التي تعرضت لها كان هناك ما يصل إلى نحو كتيبة تعادات كتيبة في صفوة القوات الأوكرانية منتشرة هنا في كرينكي إلا أنه نتيجة الضربات الروسية خفض العدد وبالتالي تحاول القوات الأوكرانية تعزيز مجموعاتها كذلك تستمر المعارك في اتجاه بيتستبني بشنيفكا وبويما على طول هذا الخط نشهد معارك وعمليات قصف طبعا أرى الكثير من المؤيدي روسية يسألون في الطالقات أين هو الطيران الروسي الطيران الروسي يكون بالقصف فعلا ولكن الضغط والتركيز الأوكراني على إرسال مزيد من التعزيزات إلى هذه المناطق يجعل عمل الطيران بمكان ما يبدو كأنه لا يفعل شيئا إلا أن الطيران رغم أنه يقضي على مجموعات إلا أنهم الأوكراني يرسلون مجموعات أخرى إضافية على طول الضفة هنا في المنطقة في خيرستان حيث تسيطر الكوات الأوكرانية توجد مجموعات جاهزة دوما لإرسالها إلى هذه الضفاف أما في اتجاه هولا بريستان فنجد معارك استباقية بمعنى تحاول الكوات الروسية التقدم والسيطرة على بعض هذه الضفاف نشر مجموعاتها كي لا تحاول الكوات الأوكرانية التمركز بها وإرسال مجموعاتها إلى من أولابريستان إلى مقابل أوتشاكيف في المنطقة هنا وبالتالي تحاول الكوات الروسية إنشاء خط دفاعي عبر هذه المناطق تحاول تقدم نشر مجموعاتها لمنع تقدم الكوات الأوكرانية ولكن الكوات الأوكرانية كما نشرت صباحا تقدمت في هذه المنطقة في هذه الضفة وسعت سيطرتها كذلك أمر وسعت الكوات الروسية سيطرتها في هذه المنطقة باللون الزهري إذن المعارك تجري معارك طبيعية على طول الخط تجري معارك استباقية بمعنى عمية تقدم استباقية استعدادا لمعارك قادمة وكما أقول لكم دوما هذا المحور كبير جدا يمتد على مساحة كبيرة جدا ومسافة كبيرة جدا لذلك الأمور ليست سهلة أبدا في محور خيرسون علينا انتظار ما الذي سيحصل أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أي جديد سأوافقكم به أشكركم لوقتكم لثقاتكم ولمحبتكم وأتمنى من حضرتكم أن لا تنسوا الدعاء المادي للقناة هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا الطريقة موجودة في الوصف الخاص بالفيديو شكرا لكم مجددا وإلى اللقاء